قال قدسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريق الخرازة المنقصية إن مصر أرض مباركة حيث زارت العائلة المقدسة أماكن عديدة فيها منها مدن وقرى على الضفاف نهر النيل مؤكدا أن كل الكنيسة الأرض الزكسية في العالم تحتفل بهذا اليوم جاء ذلك للمؤتمر صحفي للبابا توادرس حول الاحتفال بمجيء العائلة المقدسة إلى أرض مصر ونظمت الكنيسة القبطية الأرض الزكسية احتفالية ضخمة لتذكار مجيء العائلة المقدسة إلى مصر وذلك في كنيسة أبي سيرجا بمصر القديمة مساء الأربعاء 31 من مايو 2023 مجيء العائلة المقدسة إلى مصر مرتبط طبعا بشكل مباشر بمصار العائلة المقدسة اللي دشنته الدولة واهتمت بيه واعادت تجهيز نقاط المسار المسار لزيارة سياحية هذا هو يوم المسار اليوم السنوي للمسار على المسار السياحي رحلة العائلة المقدسة رحلة مهمة قوي مكتوبة في الكتاب المقدس ومدعمة بقيات كتير من كتاب المقدس والرحلة دي مكتوبة في كل الكتب التاريخ ومكتوبة كميان في كل حاجات السياحية مصار العائلة المقدسة حاجة مهمة جدا وأساسية في مصر بالنسبة لنا بتعتبر من أهم النقط بتاعت السياحة الدينية مصر فيها كذا نقطة فيها المغارة عندنا فيها العدرة المعادي فيها المحرق في أسيوت ونقط كتير تانية كتير في مسترد وفي المطارية وفي حتة كتير قوي العائلة المقدسة عدت فيها وقعدت فيها